بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل مرحبا بكم في برنامجنا مع القادة كان المفروض الحلاء النهاردة بتتحدث عن الثورة التي تكلم عنها البعض وبالفعل برنامج مع القادة الثورة يعني تقريبا بكون بعد العصر الساعة خمسة وقتنا مباشر في هذا التوقيت المفروض مننا كبرنامج بنغطيه من أكثر من ميدان الإعداد يشتغل قبل الحلاءة العنوان ما زال مستمر معنا ماذا يجري على أرض مصر المفاكة ولا أي حد من التواصل معنا قال إن فيه ثورة معنا كذا لا توجد على أرض مصر ثورة يا من تتاجر بحبك لمصر يا من تتاجر بالدين يا من تريد إسقاط مصر اسمعها لا تكن في مصر ثورة بعد ثورتي خمسة وعشرين يناير وثلاثين من يونيو خمسة وعشرين واحد وثلاثين ستة أنا عارف البعض هيقول لك ما فيش ثورة خمسة وعشرين يناير ولكن البعض يقول لك في خمسة وعشرين يناير البعض الثاني يقول لك ما فيش ثلاثين ستة هي امتداد لخمسة وعشرين يناير إلا أن الدستور المصري فصل في هذا الأمر وقال بعد ثورتين أي خمسة وعشرين واحد وثلاثين ستة كل اللي بتاجر وبيتكلم من خارج مصر رسالة قوية للنهاردة إن ما فيش أي حاجة على أرض مصر واللي بيضحك على الناس أكيد مصر تضحك على الكلف وفي ناس كده بتستضيف في قناة وتخرق من قراءة تدخل قناة وتتحدث من وراء الجدار مثل ما يقال وتريد أن تفعل شيئا مع مصر لكن هيهات مصر أكبر منكم وممن يستخدمكم وممن يدفع لكم وممن يدافع عنكم ممكن موقف كده مضحك أبدأ به الحلقة إن كان فيه طبيب تخرج من كلية طب لكن الرزق عنده كان قليل شوية بدأ يحضر دراسات عليا بدأ كمان يدخل على الأعشاب بقت ملم بكل الأمراض برضو محدش بيجيله كتير فكتب يفطى كده على العيادة بتاعته أعالج جميع الأمراض واللي العلاج ما يجيبش نتيجة معاه ياخد الكشف مضاعف دفع عشرة ياخد عشرين دفع خمسين ياخد مية دفع مية ياخد ميتين فيه وحد بتعود يضحك على الناس شو قال أنتو كده موسم بالنسبة ليه اللي يفطى بتاع الطبيب ده قالها مش ده الدكتور فلان والله هنه راجل طيب هو مش كاتب يفطى اللي يدفع كشف والعلاج ما يجيبش نتيجة أخد الضح دخل عنده دفع خمسين جنيه الدكتور بيسأله خير في إيه؟ قال لي يا دكتور أنا عندي حسد التذوق صفر لا أعرف الحاجة مسترة ولا أعرف الحاجة حاد أبدا نعرش أفرع بيناتهم فالدكتور راجع نفسه تاني كده قال لي يا ابني ما فيش تذوق خالص يعني ولا فيه بسيط قال له ما فيش حاجة صفر يا دكتور صفر فالدكتور ندى الممرض عنده قال له هاك لي برطمان سبعة دكتور جاله برطمان سبعة مسك المعلقة قال له يا ابني التذوق صفر ولا شوية فيه قال له لا صفر يا دكتور الدكتور جامس كلمعلقة واخذ معلقة كبيرة من البرطمان وفبقه المريض صرخ قال له شطة يا دكتور قال لي يا ابني تم انت عندك هو تذوق هو اتفضل امشي مشي بعد ما طلع قال له لا والله ما سيبها قاله والله ما سيبها راح غير لبسه وغير هيئته وجاء راجع مرة تانية عند الدكتور ودخل يا ابني عندك ايه دفع الكشف المرادة مية عشان عايز ياخدها ميتين بقى عندك ايه يا ابني قال له يا دكتور انا فقد الزاكرة اسمك ايه منين تفتكرش حاجة ايه اللي حصل معاك مبارح اول قال له يا دكتور مفيش انا فقد الزاكرة اصلا الدكتور نادع الممرض قال له هاتلي برطمان سبعة قال له شطة تانية يا دكتور قال له تفضل روح فاي حد يفكر يعمل ثورة على مصر مصر اكبر منكم والله سبحانه وتعالى حافظها والله سيرعاها عشان كده لما لقنا ما فيه ثورة غيرنا الحلقة بتاعتنا قلنا نتكلم الحلقة بتاعتنا عن الانتخابات البرلمانية وهنتكلم فيها بصراحة وهنتكلم فيها بصدق وهنتكلم فيها من واقع حبنا لمصر وخفنا على مصر وليست لنا مصالح شخصية ابدا احنا تكلمنا عن ما جرى في انتخابات الشيوخ وقولنا اذا كان العدد في مصر 63 مليون نزل اقل من 9 مليون و 54 مليون ما نزلوش الانتخابات وقولنا عزين الصورة تتحسن في انتخابات البرلمانية القادمة وبالفعل اعلنت اللجنة العليا لانتخابات الموعيد والترتيبات بتاع الانتخابات ولكن نفاجع بالاحزاب انا بوجه رسالة لكل رئيس حزب ايا كان الحزب وايا كان موقعه وترتيبه في جدول الاحزاب من حيث القدم او من حيث الاكثر عددا او من حيث الاكثر قربا مثل ما يقال كل الاحزاب بلا استثناء كل انسان منكم مسؤول الصوت يا شباب مش سمع حاجة في الصوت معانا 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 المستشار محمود البدوي المستشار القانوني السلام عليكم معانا المستشار اهلا دكتورنا عليكم السحب ازاي حضرتك اهلا ايوه دكتورنا سمع حضرتك اخبار حاجة معانا المستشار سنعمة كبيرة الحمد لله رب العالمين الله يخليه متشار محمود كنا نتحدث في البداية اه عن اه عشرين تسعة عشرين عشرين ومثلما كان يقال ان في مظاهرات وتجوب مصر والكل منتظر هذا الامر لكن بفضل الله لم نرى شيئا كيف رأيت هذا الامر خلينا اقول لحضرتك اه ان هي كان فيه دعوات للنزول تمام من بعد اعوان وابواق الجماعة الارهابية وزيولهم اللي هم قاعدين في قطر وقاعدين في تركيا تمام اه انا واحد من الناس نزلت وروحت شغلي وحضرتك نزلت وروحت شغلك وكل حد في مصر نزل وراح شغله وكلنا النهاردة كل واحد في نطاقه لقى حركة السير في كل الشوارع ماشية بشكل عادي وطبيعي جدا جدا وان هذه الدعوات الالغبية لم يستجيب لها اي حد تمام فده بيأكد على ان الجماعة الارهابية انتحرت في مصر خلط تمام وان الجماعة الارهابية لسنين من 2013 ومثلاها ست سنين من 2014 حتى الان ست سنين من البناء ست سنين من العمل الجاد ست سنين من عودة مصر تتبوى مكانتها امام كافة الامم التي تستحقها والتي تستند فيها على ارث حضارية فوق السبع تلاف سنة من الثقافة والفنون والعلوم والعدل والجمال ست سنين مصر فيها بتخطي خطوات واسعة مكانت ان تخطوها في اكتر من عشرين او تلاتين سنة تمام والنهاردة رضي على هذه الدعوات الالغبية وهذه الدعوات الكاذبة بنقول من خلالها ان الشعب المصري فطن الى مسلسلات الفوضى الهدامة وخبار حضرتك ومسلسلات الدعوات التي عرفوا او فطن منها جميعا الى ان الغرض منها هو تعطيل مسيرة الدولة المصرية وحاليني يقول لحضرتك ولكل الناس لماذا تخرجوا الشعوب الى الشارع ولماذا ينذر الشعوب الى الشارع الشعب بينزل للشارع عما يكون شايف ان فيه ظلم شايف ان ما فيش اعلاء لقيم الحقوق والمساواة شايف ان ما فيش عدالة لكن النهاردة انت بتكلمني عن دولة بترفع شأن المريض وبتني القواين بتاعت الانتظار في الامراض بتكلمني على شعب على شعب الرئاسة بتاعته او الدولة بتاعته مدت لها ايد وتاخده من المناطق الغير امينة والمناطق العشوائية وتوفر له سكن كريم بتكلمني على دولة بتعمل اكتر من سبع تلاف كيلو متر من الطرق الممهدة عشان تستجل الاستثمارات وتوسع حركة التجارة وتخلق فرص عمل للشباب بتكلمني على ايه او اللي بيدعو لأهمس هذه الدعوات بيدعو ايه تحديدا الدولة المصرية باتت تدرك ان السر في التنمية والسر في النجاح والسر الى ان تكون في مصف الدول العظمى هو الاستقرار الاستقرار يتنافى بالكلية مع تلك الدعوات الغبية يتنافى مع تلك الدعوات اللي بنقول ان الشعب المصري خلاص شعب بقى شعب فاهم من عدوه ومن حبيبه فاهم من اللي شغال صالح ومن اللي شغال ضده فرأيي ان كل هؤلاء الاشخاص خلاص يعني انا انا اسف ان انا اقول لحضرتك كنت اتمنى ان مداخلاتي جي نكون بنتحدث فيها على انجازات الدولة المصرية ولا نلقي بالا ان مثل هذه الاقول الغبية ومثل هذه الاقول المغردة هم اقل من ان احنا ناخد من وقتنا ومن وقت المشاهدين عشان نتكلم عن هذه الدعوات المجذوبة والغيب حقيقية معاني المستشار برضو خلينا اقول ان هذه الدعوات حاول تستغل غضب بعض الشعب المصري بالخصوص قانون التصالح وحاول يستطفل مية العكرة مثل ما يقال لكن الشعب المصري كان ازكى رغم الظروف التي يمر بها الشعب المصري ويتحمل هذا ولم يخرج كناية ان احنا شأن داخلي ربما اغضب من شيء لا اسقط الدولة المصرية ولا يفعل هذا الا فاقد للعقل او فاقدا للدين او قابدا للثمن اتفق معك طبعا في كل ما طرحت وان هذا الامر هو بنقول ان الدولة المصرية بتمدي ايديها لكل الناس علشان تقنين اوضاع ناس كان مستحيل ان هما يقننوا اوضاعهم النهاردة الدولة المصرية بتديك شهادة ميلاد جديدة للمكان بتاعت لو كان هو مخالف او كده او كده النهاردة بتقنن اوضاع ناس كتير بنرجع الدولة لمصاف الانضباط الاداري بعد كان فيك فوضى كتيرة حصلة وتعجي على الرقعة الزراعية وده بيأثر وعارف حضرتك على مدار التاريخ ان مصر دولة زراعية تحولت الى كتل اسمنتية وهنا بيقول ان الدولة المصرية وقفت لتتخذ مكانتها وتتصدق بحزن مثل هذه الامور لان لازم مصر تاني تستعيد ريالتها في الجراعة تستعيد ريالتها في كل المجلات وان الدولة المصرية النهاردة وقفت عشان تتصالح في لحظة تاريخية مع المخالفين وبتمدي ايديهم يد التصالح وبتمدي ايديها بالخير لكل الشعب عشان كل واحد يكون قاعد في بيته آمن ومستخر وفي نفس الوقت هذه الحصيلة يتم تقسيص رعها أو تم تقسيص الحصيلة بتاعتها لتقديم خدمات لفئات تانية أولى بالرعاية وأولى بالحماية ومد الطرق اللي كنا بنتكلم عليها وتوفير السكن اللاقم والملاهم والمناسب وكمان عندنا مشاريع العلاج عندنا نهضة عمرانية والنهوض مجتمع يحصل في كل المجالات أنا شخصيا بشكل شخصي بأحيى عليه القيادة السياسية وكمان الحكومة الوعية اللي بتساعد مع السيد الرئيس معاني المشار أقدر أقول بصوت عالي لا للثورات على أرض مصر ولا تعولوا على هذا الأمر فالشعب المصري يفهم مرادكم ولا يريد أن يهدم بلده أتفق معك في هذا القول وخليني أكتبس كلمات السيد الرئيس اللي دايما بيختم بيها كل حديث تحيا مصر المشار محمد البيض المشاري القانوني شكرا لحضرتك على هذا تحياتك تحياتك مشاهدين الكرام زي معاني المشار قال ويمكن قريب قلت الشيخ الشعراء ورحمة الله عليه قالك أن الثورة أن الشعب يصور ليهدم الباطل ثم يهدأ ليبني البلد فعملنا ثورة وعملنا تانية خلاص شكرا بقى مش عايزين ثورات وكمان شفنا البلاد اللي حوالينا اللي حصل فيها ثورات حصل تحسن عندهم أنا عايز أي حد يقول لي فين الدولة اللي موجودة على أرض أو على سطح الكوكب الأرضي بأكمله في أيامنا اللي احنا فيها دي حدثت ثورة وأتت للشعب بالخير أبدا ما فيش طيب امفكر في الثورة ليه احنا نفكر تعالها بقى معايا بقى كده طالما دخلنا على انتخابات وعايز تبني بلدك بجد أنا هطلب من الدولة طلب وهطلب من الشعب طلب ويعلم ربي سبحانه وتعالى بطلوبه من كل قلبي بقول لي الدولة عايزين رقابة على المرشحين مش كيفية أن يجيب لي الزمة مالية بس لا أنا عايز أقول لي الدعاية بتاعته إزاي ومبلغها كام ومين ماشي فيها والدعاية بتاعته دي عبارة عن إيه أنا برضو مش عايز أقول أتهم حد معين لأ أنا بتكلم على الكل الدعاية بتاعته عبارة عن مخدرات الدعاية بتاعته عبارة عن اتفاقات مشبوهة أيا كان بقى يعني أنا عندي كام ناخر مش عارف أرعبهم مستحيل طبعا يبقى أول حاجة بطلب من الدولة مراقبة كل المرشحين في كل تصرفاتهم خاصة في الدعاية الانتخابية ده الطلب الأول الطلب الثاني من الشعب المصري احذر أن تستغل أو يشتريك أحد ثمنك غالي فلا تجعل أحد أيا كان هذا الشخص يشتريك النداء الثالث لوزارة التضامن سيدة المحترمة دكتورة نذين عمل جميل جدا جدا يؤدى على الأرض الواقع مش عايز يلوث هذا العمل بإشراك الجمعيات الخيرية في العملية الانتخابية يكون فيه تنبيه من الدولة أي جمعية خيرية هتجمع ناس وتاخدهم عشان يضلب أصواتهم ويطلع على الجمعية ياخد كارتونة ولا ياخد كذا ولا نكون بالحال بيزدوا السكر إلي رجعنا لي تاني إذن مناجدة للسيدة وزيرة التضامن تنبيه على جميع الجمعيات الخيرية ألا تتعامل مع الانتخابات مقابل الكارتين ومن يثبت تغلق الجمعية ويحاول إلا التحقيق النداء الثاني إلى كل وكلاء الوزارة وإلى كل المسؤولين وإلى كل الهيئات كن على مسافة واحدة من الجميع أي أن كان المرشح يا جماعة بشأل مصر تتقدم مصر تتغير ما نرجحش بقى عشرين آآ آآ الفين وعشر ما ترجحش بقى تاني مش عايزينها بقى خلاص وهلجع وهقول للأحزاب اللي كنت تتكلم بيها قبل مع المسشار يتصل علينا أي حزب يا جماعة ممثل في رئيسه أنت مسؤول عن كل أعضاء هذا الحزب إذا أخطأ منهم أحد تستطيع أن تتخذ جراء قانوني ضد معانا على الهواء معانا على المسشار طري محمود سلام عليكم على المسشار أكبر حضرتك بخير الحمد لله الله يعزك معانا للسشار سيادة المسشار يعني إحنا بصدد انتخابات برلمانية قادمة بإذن الله بعد أيام وكنت بتحدث في بداية الحلقة عن انتخابات الشيوخ وعزوف الناس لم ينزل أكثر من 9 مليون من أصل 63 مليون وبقولي عاوزين نغير الصورة ويكون عندنا انتخابات يعني فيها النزاهة فيها الشفافية فيها كل المؤسسات على مسافة واحدة من المرشحين رأي سيادتك هذا الكلام صعب يحقق عندنا في مصر ولا بالإمكان يحقق لا يحقق حقا يعني بس أنا لازم دكتور رمضان نراعي الظروف اللي كانت فيها انتخابات مجلس الشيوخ اللي خاتت ان كان فيه جاء حد جروح في كورونا كاية منتجرة الناس كان عندهم تخارف من مرضو دوق النومة في زحمة والكلام لا أعتقد ان المشأل ستغير تماما في انتخابات مجلس الشيوخ تمام بالنسبة للمؤسسات الدولة أنا شايف ان هي وقفة على مسافة وعدة من جميع الفواجم والمغشحين لا تنحاج لأحد أنا شايفة دولية في التعامل مع كل المغشحين وكل القوة طب معالي المتشر سمعنا أمس أمس حدث في حزب الوفد حزب الأمة 102 عام أقدم الأحزاب كيف رأيت هذا المشهد طبعا ما شايف ده للوقت من 11 ساعة كنت تحاج فهدأ السابق يا دكتور رمضان معالي المشهر الشط مشالح معالي المشهر لو تكرمت بس تحرك بس شوية كده لو سمحت ساعة كوية كده ممكن شايفة ست مرة تانية تحاولوا مع معالي المشهر مرة تانية فبنتكلم على الانتخابات وبنقول عايزين الصورة اللي حصلت عندنا في انتخابات الشيوخ نغيرها بسيطة مشاركة لحاجة حلوة قال كان العزوف في انتخابات الشيوخ بسبب كورونا أتفق معا ربما الحمد لله تغير الأمر وبقت أفضل وبقت أحسن عايزين نغير الصورة دي وتغيير الصورة دي مش هيحصل إلا لما الناس تعرف إن الأحزاب احترامتها وقدرتها وجابت اللي هي عايزاها أنا في مصر أنا في الإعلام تقريبا 13 سنة يعلم الله ما فيه واحد قال لي قول حاجة أو ما تقولش حاجة وبرعي ربنا وبقول ما يملي عليه عليه الضمير وكنا خلال الفترة الأخيرة دي أكثر حاجة نتحدث عنها الشباب المعاقين الشرطة لابد إن الشعب يفهم ويحب الشرطة لأن الشرطة في خدمة الشعب والحاجة التالتة الرابعة اللي كنا بنقول عليها إن احنا لازم نقضي على الفتنة الطائفية في مصر وكان يستغلوا وقوع أحداث ما بين المسلمين وما بين المسيحيين أو ما بين الشعب وما بين الشرطة مش داللي كان بيحصل بنتحدث عام الشباب عام المعاقين لا للفتنة الطائفية الشرطة في خدمة الشعب أربع حاجات كنا بننادي بيها طب تعالي بقى معايا كده بقى لحظة كده بقى أنا لما كون عندي محافظة زي محافظة الفيون وعندي تحالف انتخابي وزي ما قالوا 11 حزب 11 حزب لما يجعل أرض الواقع قاليهم ثلاثة بس ما بيش مشكلة بردو حتى هذه اللحظة لما لقى الثلاثة دول يستبعدوا أكتر ناس أدتوا كانت في خدمة الشعب ما ترحش مني بعيد خليك بس رأيها لحظة واحدة الناب أشرف عزيز اسكندر هستخدمه معايا في النقطة دي في النقطتين هو أولا راجل كان ضابط في الشرطة ارجع لنا معالي مشار مرة تانية ساعة معالي مشار اهلا دكتور اهلا كده تمام السود فكنت بقول لحضرتك يعني انت شايف الانتخابات ان شاء الله يكون ازاي حتى نمحوا ما اه تكلم عنه البعض في خصوص انتخابات الشيوخ لا اعتقل المشهد اعتقل انا بطمئ بس المشهد المشهد عايبقى بسالب تماما تماما عايبقى فيه عايبقى فيه قبال انا شايف انه عايبقى فيه المتواصل على زل الانتخابات تمام التركيبات بتجرع لقابة مصاب اعتقد ان هي اه انتخابات تتميز الشفافية وعتفرز اعضاء مأمس نوبة بطاعة تمام خلينا نرجع بس ان فيه مهمة دكتور برمضان اتفضل اتفضل مع المشهد اه بخصوص اللي هي حزب الوزف دي دي نورة مهمة جزا 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 وطاعت ان حضرتك اثرتها يعني اتفضل مع المشهد اه نفس المشكلة دي بمصر لو حضرتك تفكر ممكن اثرناها قبل كده انا وحضرتك في الانتخابات الرئاسية السابق تمام انه كان فيه خلافات في الهية اللي اقولي للوزف عن خود المسكبات ومن خودش المسكبات واحنا طالبناه يعني على الهوى اكثر من الضغط هما يخودوا المسكبات تمام اعتقد انه هو الرأي المكان يقول ان هما لن يخودوا المسكبات جمتها فاعتباتين مع يعني اخبار خلال الفترة والسجارة الجاية ان حزب الوزف بتاريخ العروف السيادات الوطنية المخلصة هايخودها زين متحرك يعني المسكبات من غير المعقول يعني 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 معالي المسشار معالي السلام عزيزة المقاطعة يعني المسشار طارق محمود يتوقع ان حزب الوزف سيشارك في الانتخابات ولن يقاطعها لن يقاطعها دي معلومات مؤكدة وهيعلن عنها خلال الفاتحية وبالتالي اذا القائمة لن تعلن حتى يعلن حزب الوزف موقفه ده اعتقد انه في مشاوراته كالسفلة المدار اللي منين اللي تستعته انه هو يشترك طائمة وطنية وحزب الوزف يشارك اي طائمة يشترك تمام يعني يعني يسيبوا الخلافات جانبا دلوقتي لان المصلحة الوطنية للبلد تحكم عليهم انهم يفقودوا هاتفل معالي المستشار قبل مقلوم الشعب انا برضو بقلوم رؤساء الاحزاب ان هو بيصدر لي للشارع من هو مرفوض في الشارع حتى اكون منصف حضرتك تمامة حدا مع حضرتك تمامة لا هو يعني معظم الاحزاب ما لايش تواجد في الشارع المطر تمام ما لهمش ما لهمش اي اللي جان ما لهمش شعبين تقدر عليهم كده من رجل احزاب ان هي احزاب كارثونية احزاب السلميات احزاب الناس يبقى متواجد لو روكا روكا موجودة في الشارع تمام اما بقى انتخابات مجلس النواد وانا بس يعني يعني حاول كنو مش هايزة اتطول لا فاضل مع المشار فاضل انتخابات لجلس النواد انا شايفة ان هي اتبقى انتخابات شارسة تتبايت بالشفافية الشديدة الدولة عطوها على مساقة واحدة من جميع المرشحين اي مخالفات هيرتكبوا اي مخالفات او واضح او هيرتكبوا اي مرشح او اي قيمة تنتمت اي حز هيتم اتبقى تمام تمام اه يعني لازم الدولة قوية مؤسسات الدولة قوية بتواجه اي خبوك عن القانون فاجحة الانتخابات الموضية هيتم وحتم تزد مؤسسات الدولة تميز بالاستقرار اركانة قوية وحنشوف ده لازم المطلق ده الحايدان ده لازم يصدغ لدعلك كله الناس كلها بتتابع زي من انتخابات انت مكنش فيه اثبت على انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشعب او النواب تختلف اختلاف كل وجهة عن انتخابات مجلس الشيوخ تمام تمام اضافة بقى ان المجلس النواب القادم عنده جندة تشريعية متكمة يعني عشان ممكن يغيرنا بعض القوانين مثل الكثير والكثير من مجلس النواب القادم اولا اذا اللي بينادي بيه غيش الطمعين كل هدفه كل هدفه انه هو المواطن البسيط يسهله حياة مجلس النواب القادم لازم على قمة احسنديت التشريعي جميع القوانين الميزيرة لحياة المواطن البسيط جميع القوانين بعد الاقتصادية الخاصة بالعدالة الاجتماعية تبسيط الاجراءات اعتقد ان هو يعني مهمة تاريخية طريقة مجلس النواب اللي جايد ان شاء الله ان شاء الله معاين المشار طارق محمود المحامي بالنفض والدستوري العليا شكرا لحضرتك متشار طارق محمود بيأكد ان حزب الوافد هيشارك طبعا كلنا نتمنى هذا الأمر حزب الوافد حزب عريق وعنا عايزين ان انتخابات تمر ونقول لكل اي انسان عايز يفرح في مصر لا مصر قوية ولكن برضو بقوله رؤساء الأحزاب العملية الانتخابية دي طبخة لو ما استودش مش طعم تعمها بش هيبقى تمام ولو اتحرقت هتبوس فعايز واحد صنايعي انا لما اقول عايز اعمل انتخابات وعندي دايرة انتخابية وانا لسأسباب نضم مركز او اتنين مع بعض ماشي بفيش مشكلة وهضرب مثلا لما اقول بانضر الفيوم ومركز الفيوم مع بعض ماشي على عين وعلى الراس لما اجي اعمل تحالف انا بقى كأحزاب كبيرة انا بقولي انا راجل سياسي انا اللي ما اعملت طبخة بقى اجي بمركز الفيوم وبانضر الفيوم انا عندي المركز لوحده والبانضر لوحده ضمنت دايرتين على بعض اسيب البانضر بالكامل ما اجيبش حد في التحالف فيه واجي في المركز اجيب ثلاثة تحالف في شرق المركز وغرب المركز ولا واحد اذا هنا خطأ ليه بقى لو فرضا طبعا المركز اكبر من البانضر في عدد السكان لو افترضنا جدلا مثلا يعني المركز مئة الف والبانضر سبعين الف انا في التحالف تابعة كده لا يملك الا خمسين الف بس ضيع مني خمسين اللي هي في المركز وضيع مني البانضر كله يبع حتى انا لما جيت ادير ما درت الصح في الجزئيه ايه انا بتكلم على التوزيع الجغرافي ولما جي ااخد ناس مع العلم التلاتة التحالف بتاع المركز كلهم اصدقاء لي مش اصدقاء بس منهم اعز اصدقاء وقارب الناس كلهم لهم مكانة ومعزة عندي بس انا بتكلم على عملية شاملة وقدارة الانتخابات الحاجة الاولى الحاجة التانية انا الناب اشرف عزيز انا اتمنى الكونتول يتوصل معاه وعايز اكلمه الراجل ده اشتغل ما قلتش مع المراكز بس ده مع القرى والنهاردة انا عشان اكلم عنه دخلت كده على مواقع التواصل واحد بيقولي انها باشرف انا هو كاتب كده على صفحته انا كانت عندي مشكلة في التموين ومرحتش لناب اشرف فجأت بعد كام يوم انها باشرف متابع مع المحافظة وقدم طلب وخلص لي الورق التابعي واتصل عليها تليفون وقال لي البطاقة بتاعتك جاهزة قال لا في حلقة مفقودة هنا عايزة ارجع لو اشرف عارف ازاي دي او التواصل ازاي حاجة تانية برضو واحد وقال انا كنت مريض وبرى مصر والنائب اشرف برضو قدر يخلص لي الامر اكتر من كده كل دايرة فيها نوابها طبع النائب اشرف عايز لما كان بيشتغل في كل الدواير دي عايزة اسأله سؤهال النواب كان بيتقبلوا الامر دا ولا النواب كانوا بيزعلوا منه امور كتير جدا جدا وبعد كل دا لما يكون انها باشرف عزيز هو راجل شرطي اول كان ضابط الشرطة المصرية ترقى تخيل بقى ملازم ملازم اول نقيب رائد مقدم عقيد عميد يخرج على لوة ابن من ابناء الشرطة والناس تحبوا هذا الحب استبعدوا لي هو انا مش بقول عايز الشعب يحب الشرطة تموه الشعب يحبت الشرطة اهي مش دا الراجل شرطي حاجة تانية ونهاب اشرف عزيز كندر مش راجل مسيحي والمسلمين بيطلبوا بيه تم الدولة مش كانت بتقول لنا احنا عايزين نقضي على الفتنة الطائفية دا احنا معندناش فتنة دا عندنا المسلمين بينادوا بوجود انهاب اشرف عزيز قمة الحب والعلاقة الطيبة ارجع اقول لا ما جيبش انهاب اشرف عزيز تمانا بقول الشعب والشرطة ايد واحدة انا اللي فرقتها هو كمسئولين انا بقول المسيحيين ومسلمين على ارض ماس كلنا اقباط كلنا لنا ما لنا وعلينا ما علينا كلنا اخوة واصدقاء ومحبة وصداقة والشعب المسلم قبل المسيح بيطالب بانهاب اشرف عزيز وما يجيش لصالح مين لصالح مين اللي بيحصل دا يمكن هيكون معانا حاليا على هوا انهاب اشرف عزيز اسكندر وهنتناقش معاه في الجزئية دي الحاجة التانية احنا مش بنقول العام المعاقين وبنحتفل بالمعاقين طب انهاب ايه ناشو حسين من افضل الناس اللي اشتغلت من النواف ومحافظة في اليوم انا بقى رمان شخصيا كنت بتصل بيها في بعض الناس عايزها مصالح بفضل الله تسمى بمجهودها كانت بتخلص وقدت عليها واشتغلت احسن من نواف كتير في الفيوم ولما تستبعد لمصلحة مين يا جماعة احنا بنصدر صورة معانا على هواق وشارطان سيادة اللواء نائب اشرف عزيز اسكندر سلام عليكم سيادة اللواء عليكم سلامة بالسلامة دوام اخبار حضرتك سيادة النائب انا تواصلت كده مع ناس على طريق التواصل فالقيت واحد كاتب كده كان بطاقة التموين تابعي متوقفة النائب اشرف عزيز تواصل مع المحافظ وانهى الامر واتصل بيها تلفونيا وقال للبطاقة جاهز اروح استلمها مين اللي كان جاب لك الطلب او حدك عرفت الطلب ده ازاي مين اللي كان جاب لك سيادة النائب يا شباب الصوت ماش واضح يا جماعة فانا والله ما في تواصل مع النائب اشتر في الجزئية دي خالص ولا اتكلمت ولا اتناقشت معا فيها بس انا لما عدت كده اشوف كده الحاجات دي نائب شغال بدرجة امتياز ازاي ما يجيش قايمة ازاي ما يعملش حسابه فردي واحنا عايزين نصدر للشعب عندنا يا جماعة كل اللي هيخلص في عمله يركن براه ايه ده صعب قوي الكلام ده طيب انا باتكلم على كمان في عدد المرشحين انا بقى صوتي انا كمندر ومركز الفيوم كل المترشحين اصدقالية طبعا يخصني بالدرجة الاولى لحج محمد محمود لان صورة القرابة والنسب والبلد مش هتكلم فيها دي منتهي منها طيب الحج عبدالو عبدالقادر اخويا وحبيبي عم سيد السلطان عرفهم ايه شراء الحج محمد هاشب اخويا كبير سيادة انا باشرف عايز اسكندر مفيش غبار عليه الشاب المحترم الخلوق محمد فؤاد زغلول طيب العدد الكبير ده كله انا ادي صوت المين فظل وجود برضو سيدات لها كل الاحترام والتقدير ويمكن هذكر ثلاثة بس من العدد النساء الاستاذ صميح السيسي الاستاذ راديا ادريس الاستاذ علياء الوزير وغير هن كثير يعني الموجود عندنا عالساحة ما شاء الله عدد كتير رجع لنا لنائب أشرف عايز اسكندر سلام عليك سيادة النائب معاك سيادة النائب كنت اقول لحضرتك يعني ازاي كان بتوصل لحلقة الطلبات دي او تعرفها ازاي يعني اكتر من طريقة دكتور رمضان زي زي الطريقة الاكبر عددا عن طريق التوصل الاجتماع ومش شرط يكون موجه اللي هي الطلب انا كان معايا طريقة عمل الحقيقة كان بيدحث عن المشاكل اعالها الطريقيا بيدحث عن المشاكل اللي جاء عرضها المواصلين على الجروبات بتاعت الفيوم او حد منازل مشكلة خاصة عارضها بصفة عمومة يعني يعني مش لازم بجان معايا مش لازم يبعد الشاك والحضرتك بمجرم لا 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 ما عظم المشاكل كنا بنخطفها كده يعني بنقرأ المشكلة المعروضة بناخدها بنشتغل عليها احيانا كان صاحب المشكلة بشعرت ان احنا نشتغلين عليها يعني بناخدها بنشتغلها ويفجأة ان احنا بنحلها له بنبيله المتيجة فتبقى تبقى مفاجأة تبقى بنزاله وتعيده يعني سيادتي النائب انا لسا بتكلم قبل حالك تدخل معايا الهواء كنت خير سافر للشرطة لما الشعب الفيوم الكامل عازيني النائب اشرف عزيز اسكندر وهو في الاصل ضابط شرطة وانه شيء جميل جدا ان الشعب بيحب الشرطة والحاجة التانية في نفس الجزئية النائب اشرف عزيز اسكندر نائب مسيحي والمسلمين ينادوا واحنا بقولوا مش عازين فتنة ده مش فتنة بقى ده وقت حالة ده قمة الحب بين المسلمين وبين المسيحيين لماذا لا يمثل النائب اشرف عزيز اسكندر نائبا قادما في الفيوم خاصة بعد الاداء المميز الحاجة الاهم نمى الى علم برنامج مع القادة ان النائب اشرف عزيز وهو وفدي في حزب الوفد قام بتقديم استقالاتي من حزب الوفد هل هذا حدث؟ اه حسع بالفعل من حوالي ثلاثة اربعة ايام الحياة الوفد بيمر بوعكة جديدة وللأسف رئيس حزب الوفد المتشار بهذا بشق اه احضر مية انا من عمر الوفد في خلال الاسبوع الماضي وده الحد ذاته مؤلم وانا لو ضلت في الوفد اه احضر في الغصة دي فحبيت اه ابعد عن المشهد خصوصا في الغروب نجحة الحمد لله بشهادة الناس البلبل بيقولوا هال يعني فالك كنت مكتفي بالنتيجة دي وكنت الحمد لله يعيش بقى يعني ان كان لها في العمر بقية اه يعني الواحد بقى يعيش استمتع بحياة ربنا يا متاعك بالصحة والعافية اللي علي خليك اه وفجأت بعض اعلام التسريبات يعني مش اعلام رأس من الحياة كان في تسريبات لبعض اسمات اه مش عايزة جارع في حد بس يعني لقيت الناس مستائة من بعض من من يعني من الاختيارات وما زالت الناس مستائة ونظام الاستحواز لحزبه معين على حزاب كتلة الحزاب البعية فمعرفش حسيت ان انا بالنسبة للناس يعني هما اللي بلغوني يعني ان انا بالنسبة لهم يعني شخص مهم ان انا يحقق المعادلة او يعني يوذن الامر ما قادرتش اتراجع وخدت القرار اه قاسف يعني حبيت اتراجع عن عن فكرة الاستراحة الاستراحة اللي انا كنت مقررها من نفسي واخوض التجربة والباقي على ربنا ودفع الناس اللي في الصندوق بقى يعني مش كل حاجة استعاطف بالكلام احنا قدامنا اه السنديق وتوجه للسنديق بكثافة وتحط اسمك صوتك في الصندوق ده اهم شيء في المرحلة الانتخابية كلها سيادة النائب انا يمكن سئلت لماذا رمضان في برنامج مع القادة انت Leah ويعلن تأييده للنائب اشرف玲 beige اسكندر ويعلن تأييده للحاجم حمد محمود انا اجابت اجابة قلت له فى اتصال تليفونى معاه انا وي pearl انا ايبت النائب اشرف لما لقيت شعب الفيوم بالكاملة حزن عندما عرف انه هو ماشق وياه الناس اللي اتنين ان شاء الله يابشرك نجحين من الجولة الأولى لكن سيادتي النائب حالي خلاص أكدت أنك داخل الانتخابات خلاص إن شاء الله في تحالف لا المرحلة دي ما ينفعش فيها تحالف أنا معتمد على توفيع ربنا وهلحب الناس واللي أنا مستشعره كويس قوي والحمد لله أنا يعني لها شرايح كبيرة من كل فئات المجتمع متوقع أنها تديني سطحا مش بس أعباط مش بس مثقفين مش بس بس بسطة لا يعني عايز لو فنتلك شرايح كبيرة فأنا لما بعمل المعادلة بلاقي إن شاء الله نتيجة مبشرة جدا أنا وأيد كلام حضرتك وزي ما بقولنا لما بأيد النائب أشرف عزيز أنا بأيده عشان خدمة الشعب الفيومي والله أنا أخدم أي إنسان يخدم أهلي ويخدم بلدي ويرفع راس الناس البسيطة والناس الضعيفة كلنا معاه أنا كرمضان أعلنه ببرنامج مع القادة أنا مع النائب أشرف عزيز اسكندر بسبب ما رأيته منه من خدمة الشعب الفيومي ودي اللي إحنا عايزينها لكن سيادة النائب بقى اسمح لي يعني تعاطف زي ما تقولت على الفيس وكده مش ولا هي نجح طبعا عايزين هيكون في مؤتمرات طبعا هيكون في حملة انتخابية ويمكن أحد الناس أرسلت لي هو السستامر من طمية رغم من داير يبعيد عننا وقال أنا متبرع لناب أشرف عزيز اسكندر بمئة شخص يقف معاه في الدعاية ورغم أنه خارج من نطاق مركز واندر الفيوم يعني ذلك انتخابية غير بالرمضان بالرمضان بصفة بعض مجلسي وضعا كايمة فأنا استخدمت الدستور وحقي إن أنا أشتغل في الفيوم كلها والحقيقة أنا يمكن تعمدت إن أنا أشتغل في الأطراف البعيدة أو اللي هي المحرومة من الحجمات طبعا في كل المراكز يمكن في قطة في النورس في قطمية وحكذا فأنا الحمد لله ليه قصال بأطراف الفيوم كلها والناس عايزة تجامل لأشرف خطورة الانتخابات اللي جاية حتى أهليهم ومفيش أسرة ملهاش مش ممتدة في مدينة الفيوم في العاصمة فكله عامل رواق للإسم الحمد لله مع أهليهم وأسرهم وأصدقائهم اللي في محيط بندر الفيوم وبرضو في المركز فسيادة النائب اسمح لي أسألك السؤال الأخير ده لو سمح لما النائب أشرف عايز كان بيجي يشتغل في دائرة أياً كانت الدائرة دي فيها نائب موجود أصلاً ابن الدائرة زي ما يقولوا موجود في المكان ده ما كنتش بتشعر كده أنه متضايق من تواجدنا أشرف أقول سيادة نعم التجربة بتعطي تجربة جديدة تمام اللي هي أول مرة بالنسبة للدستورة 14 اللي هو بالنصة أن يبقى فيه أي ما في المجلس كانت تجربة جديدة ومحدش شاف قبل كده أن نائب يشتغل في دائرة غير دائرته ده دي أعتبر عيد كبير أولاً تمام وتعدي على حقوق الجملاء تمام إنما أنا كنت بقول يا دماعة أنا حاجة جديدة نحاول نتفاهمها إحنا آآ أنا نزلت في فترة الدعاية لفت المراكز كلها والقرى كلها تمام كل الفئات تفهم تمام وأنا مش معقولة بعد أنه اللفت على الدنيا كلها عشان ينتخبوني وربنا يوفى وننجح ونطول تحت الأوبة أدور ويش وقول لهم أنا معرفكمش أنتوا ليكم نائب آآ روحوا له ما كانش ينفع الحقيقة الزملاء يعني وإن كانت آآ كانوا يتقبلوا هذا الكلام شكي نائب؟ كانوا يتقبلوا هذا الكلام؟ آآ آآ أنا عايز أقول في آآ في آآ واخر الدورة الحمد لله صارنا كلنا بمحبة كاملة وخلاص صار أمر واقع ودي حقيقة ده مش مش بكيسي ده 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 نظام شغل ولازم كلنا نحترم والمهم يعني عايز أبلغ سيابتك إن احنا وصلنا المرحلة إن احنا تخطينا كل المشكلة دي وصارنا في الآخر الحمد لله علاقة الجميع أعزوهم لأنه هذا ممتاز جدا وبالعكس والله كان في آآ مشاكل بتبقى في مركز معين آآ وكان بيحصل تعاون بيني مش مش بشتغلها منفردا تمام لأ كنا كان يعني مثلا أنا السكر السير المنجود بالهواري مثلا عنده حاجة في النور كان بيتسصل بيه أرشب تعالى الموضوع ده تعالى نعمله ساعة تمام وزمله ثاني يعني فلا الحمد لله وصلنا بمرحلة من التفاهم جيدة جدا سيادة النائب إن شاء الله هتنجح عن باندر ومركز الفيوم هتشتغل في الباندر والمركز بس ولا تشتغل في المحافظة كلها أنا المراضي فاردي تمام مش قايمة والموضوع ده شغلني جدا آآ ومش عارف أخذ فيه يعني أنا مش عارف يعني أنا كان بيسندني إن أنا إن أنا قايمة المرة دي أنا فاردي لو حصل توفيق هيحصل إيه استيبنا فكر ولو في حلقة جاية جاية أرد على حضرتك طب هقول لحدك على حاجة شعب الفيوم يستاهل اخدم الفيوم كلها لأن الفيوم كلها بتحبك والفيوم كلها متعشم فيك خير أتمنى بقى ساعتها يبقى الزمل النواف في كل الدواير نشتغل كلنا بكل حاجة يتقبلوا هذا الأمر ياريك ونشتغل كلنا محمد مفيش حكرة على حد ياريك سيادة النائب أشرف عزيز كندر شكرا لحضرتك طبعا ده نموذج نائب مشرف وزيما قلت لحضرتكم كلنا بالنادي عايزين مسلمين ومسلحيين مع بعض إخوة وطن واحد لا يا حبيبي ده مش وطن واحد يواس بيح المسلمين بينادوا نائب أشرف عزيز عايزي أفتر من كده وبتقول عايزين الشعب والشرطة واحد لا وده راجل برضو ضابط شرطة خارج على لوة يعني مر بمراحل الضابط زي ما ذكرت من أصغر ردبة إلى أعلى ردبة والشعب بينادي بيه لماذا لا يأتي؟ يا جماعة هنا هنضرب الناس في مقتل كل ما نقول لهم اللي يشتغل واللي يخلص واللي الناس يحبه يستبعد عايزين نجيب مين؟ صعب النائبة ناش وحسين يعني أنا بقى بتكلم عن يعني زي ما قلت لكم أكتر من اتصال معها فأكتر من حاجة بتأديها وبإتقال وبتخلص لما نادي متحدي الإعاقة النهاردة في الفيوم وعايز الكلام دوصل للسيد الرئيس بقول لهم هنعمل وقفة في الفيوم عشان النائبة ناش وحسين ما جاتش أنا بقول الكلام ده على مسؤوليتي ومصور الكلام ده معايا نادي متحدي الإعاقة بالفيوم يعلن مقاطعة الانتخابات ووقفة احتجاجية لعدم وجود النائبة ناش وحسين إيه السبب بارتو طب ما وفي حاجة واحدة قلونا مين اللي جاي مكان ان هي بقى ناش وحسين وهي أفضل منها وأحسن منها وازهروا للناس الكلام ده الحاجة الثالثة يا جماعة هو ليه الفيوم تنزل عليها بالبرجوت يعني ايه نائب معاتش مش عايش في الفيوم خالص ويجي ياخد الكرسي ياخد الحصانة ويعيش بها في القاهرة ولما نحتاجه إذا كنت أنا بقول ابن الدايرة اللي هو ابن البلد كل يوقف معاه لأنه أقرب لأخويا مني أنا أنا ما كن ساكن بعيد عن أخويا ويمكن سابه يوقفي مع الحاج محمد محمود بهذا الأمر عشان أهلي عشان بلدي 24 ساعة منقيم هناك هو وإخواته واقف معاهم أي حد يروح ويجروا معاه وده نائب عشان كده إنما لو قعد في القاهرة والله إيه العظيم لو الحاج محمد هو نائل وعاش في القاهرة ما هديله صوتي في أكتر من كده بس أنا بديله ليه دوقتي حاليا عشان خدمة البلد هو هيتعب وهو هيجري مقاب ما يقول لحاجة يا جماعة لها موازيته لا عيوب زي ما باخد الحصانة زي ما باخد بريستيز أقدي برضه البلدي وأدي الأهلي فلا لترشح أي حد ينزل ببراجوتة على المحافظة على أساس فلان مزكي أو فلان جايبه تبين الناس هنا انتو فيين كل أهل مركز مركز طامية عندنا مظلوم فيه القيادات يا جماعة مركز طامية كان فيه رئيس الجمهورية المرحوم دكتور سبابو طالب تخيل لم يمثل في مجلس الشورى خالص وفيش ولا عدو من مركز طامية في مجلس الشورى وأعتقد مش هيمثل في الانتخابات اللي جاية دي غير بواحد بس يعني اللي عنده شورى ونواب يكوش عنه هو ده التوزيع الجغرافي هم دول يا درسين ثقافة هم دول دول يا درسين سياسة هم ده لو جبت واحد في قولها ابتداء يا جماعة يا رف يدري اللي عملت الحسن من كده المرحوم الدكتور سيف اليزل لما أدر الانتخابات المره العدد برع بحرفانة بإتقان عرف يطبخها صح طلع طبخة مستوية إنما الطبخة اللي عندنا حاليا يا إما بتشيط يا تطلع النية مش هينفع حاول بتتعامل مع الناس زوجة حاليا كل الناس فهمة سياسة لا تقول لحزب الدولة الرئيس نفسه قال لما فيش أحزاب قال لك عايزي أكتر من كده لما تستغل الفقراء لما تستغل الجمعيات الخيرية لما توزع طب ما كنت بتعايب على الناس توزع زيته سكر ليه لما تصدر لي ناس في المشهد عفع عليها وأكلها وشربت زمن عايز تعيد لي مشهد 2010 تاني انت بتحب البلد يا أخي الناس بتصرخ تقول لك احنا مش هندخل الانتخابات هنقطع الانتخابات ليه بقى لأن حسيني ان محدش بيقدرهم الأحزاب ما احترامي بيكبيرها بيصغيرها اركنوا على جنب وليه الناس وبيدخل الناس غير أبناءه تب مين اللي بيديري العملية؟ والصالح بيهن؟ لما أبناء الحزب نفسه مهمش موجودين إذا الأمر عندنا عايز دراسة آه الدولة كلنا بنخاف عليها كلها لازم نقول رأينا بصراحة زي ما منلقي حاجة إيجابية بنعلب أعلى صوته بنقول لما لقي حاجة إحنا نعلق عليها قبل محد غيرنا يعلق عليها وإن إحنا شايتين هو مش بولك الإعلام صوته الشعب وعينه الحاكم فواجب عليها من حب البلدي أقول النقاط الصغيرة دي وأقول لحظة هنا حط تركيز إنها بأشرف ما يجيش ليه؟ إن إبقى ناشو حسين ما تجيش ليه؟ إنها تزيت أو عبيد لما ينزل بوراجوته ويجي ومش مقيم في يوم يجي ليه؟ لما يكون نص مركز في يوم مهمش ومش معمول حسابه ليه؟ لما يكون مركز طمية بالكامل مهمش ومش معمول حسابه ليه؟ رغم النثيف أبناء طمية أنا عادت مع أخ أكبر أنا مكنتش عادت معاه قبل كده الحج محمود مغيب أستاذ سياسة والله يخسر إنه ما يجيش أنا لم ألتقي به واجه اللي واجه إلا مرة واحدة كنت بتعمد إنها يسأله أسئلة واستفزه عشان يستفيد منه ده ما يمثلش طمية ليه؟ ليه الحزب ما يجيبهوش؟ راجل أستاذ سياسة بجد قارئ للمشهد بجد قعد كده قبل الانتخابات لو حد دعا جنب الحج محمود مغير هيقولك مين هينجح؟ وليه؟ ومين هينجح؟ ومين هينجح؟ ومين هينسقط؟ آري وآري صح للمشهد؟ خبرته لازم يا جماعة الناس دي تتقدم المشهد؟ يا جماعة احنا كلنا بنحب مصر وكلنا واحد والإنسان اللي بيعايز تخل نائب ده هو مش عشان يقضي بالشعب يعني فيه ناس داخل مجلس النواب عشان تقضي من نفسها؟ آه والله يفيه طب إزاي؟ إزاي أنت اللي هتجاوبوا عليها؟ طب إنت عارف كده؟ آه عارفين كده؟ تدي الصوتك لمن في الآخر؟ وإنت واخد ورقتك كده؟ ورايح وراء الصندوق وأنا هتكلم في جزء لي باستفادة فيما بعد؟ لا يا راك إلا الله اوعى تعطي صوتك إلا اللي ضميرك مستريح أنه اللي هو بيخدمك بجد مش اللي هياخد صوتك وقبل الانتخابات يبص على راسك وبعد الانتخابات يعمل لك بلوك ويعدي من جنبك بيتكلم في التلفون ومش بصص عليك خلص بصص في الاتجاه التاني مش بيحصل يا جماعة؟ عايزين نفوق بقى شوية احنا نقف جنب اللي يقف مع شعبنا ومع بلادنا ومع أهلنا ومع ناسنا ونخدم اللي بيخدم الناس اللي بيتكبر علينا اللي هو شايف نفسه ان هو بيشترينا بفلوسه اقف لفلوسك ولا انت ولا منصبك ولا الدنيا تشتري الرجال انت ممكن تشتري شوية رعاية يكتبوا عنك يتكلموا عنك يعملوا لك ان انت كبير بتاعهم مش مشكلة مش بدعيتنا دي لكن احنا بنقول الشعب الأصيل الراجل المصري بجد لا يعطي صوته إلا لمن يستحق وأتمنى من وزارة التضامن تصدر قرار أو تعلن لجميع الجامعات الخيرية لا للتعامل بالمال السياسي لا الاشتراك مع أحزاب بعينها لا للذهاب ليلا لأخذ الكاراتين من المخازف وأقول لكم على حاجة عايزين وزارة الداخلية تقول للإعلام افتحونا الأبواب المغلقة وأي حد يشوف حاجة زي كده يصورها ويبعثها أنا ببرنامج مع القادة بإذن الله تعالى سأنشر كل ما يخدم مصر وأي إنسان يعمل حاجة إيجابية أيا كان هو أذهب إليه وأوحييه وأوقدره وأنشر وأي إنسان يلعب بالبيضة والحجر ويلعب على أهلي وعلى بلدي وعلى ناسي لا لن تمر مرور الكرام هذه المرة كفى إحنا بنقول مش عايزين ثورة إحنا عايزين عقول تفكر من يخدمنا نقف معه من يدي له صوتنا علشان يعملنا خدمة لبلادنا شوف البلاد مش هتتقدم إلا بالمعلمين والأطباء ويكون عندك دولة قانون واللي يعمل لك دولة قانون هو التشريع والتشريع اللي بيعمله مجلس النواب يعني مجلس النواب يقدر يلعب بالبلد لعب وبإمكانه ينهض بالبلد فأي إنسان هيساهم في خروج مجلس نواب قوي أنت بتخدم بلدك وأي إنسان أي إن كان في منصبه أو أي إن كان منصبه هيساعد حد فاسد هو بيدمر البلد عشي كيلة أتمنى أن الأمر يمر مرور الكرام ويخرج لدينا نائب يستحق هذه الكلمة نائبا عن الشعب يتحدث باسم الشعب لا يضحك على الشعب مشاهدين الكرام أنا وقت انتهى كان عندي نقاط كتير عايزة أذكرها هأجلها اللقاء قادم إن شاء الله أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر بحفظي اللهم أحفظ مصر وشعبها اللهم أحفظ مصر وأهلها اللهم أحفظ مصر وجيشها اللهم أحفظ مصر وأمنها اللهم أحفظ مصر ومن أحباه إلا نلتقي بحضراتكم في الأسبوع القادم أستودعكم الله لذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته